كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان ترجمة نانسي قنقر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سؤال يطرحه كثير من الناس عن هذه الليلة المباركة ليلة القدر التي خلد الله ذكرها في كتابه العزيز وقال إن أنزلناه في ليلة القدر متى هذه الليلة؟ اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله هذه الليلة متى هي؟ فأراد أن يبينها لهم في اللحظة التي أراد النبي الكريم أن يبينها تلاحى رجلان رجلان تشاحن في المسجد على تجارة وكل من يرفعوا صوته فقال النبي الكريم لقد جاءني الملك أراد أن يبين لي هذه الليلة فلما سمع هذه المشاحة والملحة بين الصحابين رجع إلى السماء فقال لقد كنت سأوريها لكن الآن ما أعرف فقالوا يا رسول الله دلنا عليها فبدأ النبي الكريم بوحي من السماء يقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فليت القدر هي في العشر الأواخر من رمضان ثم قالوا يا رسول الله هل لا قربتها إلينا قال إذن التمسوها في العشر الأواخر الويترية الويترية من رمضان يعني واحد وعشرين ليلة الثالث والعشرين ليلة الخامس والعشرين ليلة السابع والعشرين ليلة التاسع والعشرين فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يشتهدون في الأيام الويترية لكن هناك من عنده شخف بالبحث عنها كان هناك بعض الصحابة يبحثون عن أسرار القرآن كعبد الله بن مسعود وغيرهم يبحثون ينقبون مرة جلس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال للصحابة هل عندكم رأي ممكن أن نجد هذه الليلة قال عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال هي ليلة السابع والعشرين أو الثالث والعشرين قال لماذا دليلك؟ قال لأن ربنا عز وجل تكلم عن السبعة قال سبعة سماوات وسبعة أراضين وسبعة أشواط عند الكعبة وسبعة حجرات في الرجم وسبعة أيام وسبعة أبحر ودائما هناك سبعة والطفل يعقله في السابع في العقيقة دائما هناك سبعة فلابد أن تكون هناك السبعة والعشرين إما قبلها وإما بعدها يعني إما ثلاثة وعشرين أو سبعة وعشرين والأرزح أنها سبعة وعشرين ومنهم من قال غير ذلك وعبد الله بن أبي رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم لأن هناك من يراها في المنام هناك بعض الصلحاء قد يريه الله عز وجل الليل في المنام فوقع لأبي بن كعب رأاها في المنام وقال إنها والله ليلة السابع والعشرين والله إن فيها علامات كذا وكذا لأن الليلة لها علامات من بين هذه العلامات أن شمسها تكون مضيئة وفيها أنوار غريبة هذه الأنوار من أين أتت من زيارة الملائكة لأن الملائكة تحضر في هذه الليلة بكثافة تحضر بالملايير والملائكة أجسام نورانية فنور الملائكة يكاد يغطي عن نور الشمس فنورها صباحا تكون مشرقة ما فيها رياح لأن الملائكة تزور الكوكب الأرضي ما في رياح ما في زلازل ما في براكين ما في أجواء مثيرة الأجواء طيبة وسليمة ثم من علامتها أن المؤمن يشعر بنشاط أكثر في غيرها من الأيام يشعر بأنه عنده رهبة في العمل أكثر من الأيام الأخرى ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالسكينة والناس يتراحمون أكثر في هذه الليلة فقال هذه علامتها فأبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم ويقول والله إنها لليلة السابعة والعشرين لكن بعض العلماء من سلف هذه الأمة قالوا بأن هذه الليلة تتنقل تتنقل مرة في الواحد والعشرين مرة في السابعة والعشرين مرة الثلاث والعشرين مرة الخامس والعشرين مرة التسع والعشرين وهذا كله له حكمة لكي يشتهد الناس في الاجتهاد في العمل الصالح طيلة هذه الأيام خصوصا أننا بيننا وبين المشرق بيننا وبينهم يوم ليلة فقد يكون لتقدر هنا أو هناك هذا كله تحسبا حتى لا نخطئها وعلينا أن نحرس لكي ندركها بعض العلماء المعاصرين ممن يهتمون بالإعجاز القرآني ذكروا ما يسمى بالمنطق الرياضي في القرآن الكريم فرعوا بأن سورة القرآني إن أنزلناه في ليلة القرآني فيها تلاتين كلمة بعدد أيام الشهر الشهر هو تلاتون كلمة وبالضبط تسعة وعشرين لأن الشهر العربي هو تسعة وعشرين يوما في الغالب فإذا غم عليكم فأكملوا العدة تلاتين ورعوا بأن ربنا عز وجل ذكر كلمة هي هي إشارة إليلة القدري هي هذه رعوا بأنها هي رقم رقم سبع وعشرين وقالوا بأن هذه هي زائلة لو أن الله تعالى حدفها وقال سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما لكن تسأل الفقهاء والعلماء لماذا ربنا عز وجل حاشر كلمة هي هنا وزرعه هنا لماذا قالوا لأن فيها إعجاز رياضي في القرآن الكريم هي هي رقم سبع وعشرين وكان ربنا يقول يا عبادي سأسهل عليكم ربنا يعلم أن فينا ضعفاء مثلنا لأن الصحابة الأوائل والسلف الصالح كانوا يشتهدون طيلة رمضان ويشتهدون طيلة العشر الأواخر من رمضان نحن فينا ضعفاء فينا ناس مستكينين ما عنده قدر كي يشتهد يبحث وينقب أين هي الليلة لكي يشتهد في هوايه الأجر هو ينصرف ربنا يعلم بأن فينا ضعفاء من أمتالنا فأعطانا هذه التخريجة فقالوا بأن بالمنطق الرياضي فإن ليلة السبع والعشرين ليلة القدر ومنهم من أعطى دليل آخر هو أن كلمة ليلة القدر كررت ثلاث مرات في هذه الصورة القصيرة إن أنزلناه في ليلة القدري أولا وما أدرك ما ليلة القدري تانيا ليلة القدري أفشار ثلاثا ثلاث مرات هذه الكلمة ليلة القدري كم من حرف فيها تسعة ليلة القدري تسعة أحرف وقررت ثلاث مرات تسعة في ثلاثة تعطينا السبع وعشرين ومن تم وغير ذلك من التحليل والقواعد التي وضعها العلماء المختصين في الإعجاز القرآني فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نشهد طيلة هذا العشر الأواخر من رمضان الوطرية والشفعية لأن بيننا وبينا المشرقي يوم زائد وعلينا أيضا أن نشهد أكثر في ليلة السبع والعشرين لعلها لعلها تكون كذلك وقد اعتاد المغاربة أنهم هذه الليلة السبع والعشرين يجدون نشاطا زائدا ويخرج الناس رجالا ونساء ذكورا وإناتا شيبا وشبابا يخرجون إلى المساجد ويصدون حتى شروق الشمس لكن الآن المساجد مغلقة نحييها في بيوتنا في بيوتنا نجتمع العائلة رب الأسرة وزوجته وأولاده ممكن إذا كنا نحفظ القرآن نقرأ من القرآن ممكن أننا نستعين نستعين بالمصحف الشريف المقرأة ونصلي على الأقل على الأقل عشر عشرين ثلاثين ركعة ويتحقق بقيام ركعتين تتحقق ركعتين لقد ننت نصيبك لكن نصيب المقل وربنا يقول سابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنفسون وننوع بين الصلاة وتلوة القرآن ممكن جلسة عائلية فيها الدكر ومذاكرة مذاكرة في الدين حتى وسائل الإعلام من تلفاز وميديع تساهم في إحياء الليلة فإذا قمنا بتشغيلها قد نسمع في وسائل الإعلام قضايا دينية برامج قرآنية استضافة لفقهاء وعلماء جلاء يعطونا نصح وإرشادات كلها تدخل في إحياء الليلة فالإحياء يعني نبقى مستيقنين نملأ الوقت لا ننسى صلة الرحم نسأل عن أحبابنا وأقاربنا على الأقل بالهاتف أو بوسائل التواصل الاجتماعي لا ننسى أن نحسن للضعفاء والمساكين في هذه الليلة لأن الأجر فيها وتوابها عظيم جدا لا ننسى الاستغفار نستغفر المولى على مفاته لكن يكفينا أن نقول الدعاء الماتور التي سألته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت هذه الليلة ماذا علي أن أصنع قال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني هذا أحسن ذكر وأحسن دعاء فيه العفو أي أن الله تعالى يعافيك ويعفو عنك يعني كل ما مضى من الدنوب والخطايا انساها أرجوكم أيها الأحباب هناك من عنده حقيبة أحزانه في صدره يعيش ويجتر أحزان الماضي أنه ارتكب خطيئة وأنه ارتكب جنحة وأنه ارتكب سيئة في طفولته في مراهقته في غفلته ولتزل تسكنه ويتألم من أجلها كفى ربنا عز وجل قال لنا يا عبادي إني رحيم لطيف بكم إن سوء الماضي ابدأ صفحة جديدة ربنا كريم ربنا لطيف وهكذا الصحاب رضي الله عنهم كان يسألون النبيل كما يسألون الدعاء فيرشدوا إلى طلب العفو والعافية مثل العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله ماذا أقول قال اسأل الله العفو والعافية يا رسول الله دلني على دعاء أقوله قلت لك اسأل الله العفو والعافية فيأتي آخر يا رسول الله دعاء أقول في القدر اسأل الله العفو والعافية هذا هو الذي يكرره النبي الكريم فأسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين ويغفر لنا أجمعين نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرزقنا العافية وتمام العافية ويتقبل منا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل قولوا جميعا أمين امين امين يا ربي يكرم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة